بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعادت أزمة كورونا السؤال هل بوتين زعيم ماكر أم قائد متهور لمعرفة التفاصيل أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية أفاد تحليل نشرته صحيفة نيويورك تايمز بأن سلوكيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تكشف أنه إما زعيم ماكر أو قائد متهور ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إنهم يشعرون بالحيرة من نوايا بوتين التي قد تكون خدعة مقنعة وأن جائحة كورونا أوصلته لجنون العظمة وهو ما جعله متهورا وأكدوا أنهم على قناعة بأن مخاطر غزو أوكرانيا ستكون كبيرة جدا وأشار التحليل إلى أن بوتين منذ ما يقرب من عامين وضع نفسه فيما يشبه الشرنقة حتى يبقى بعيدا عن الفيروسات والعدوى إذ إنه ظهر وهو يعقد غالبية اجتماعاته عبر الهاتف وفي حال لقائه بوزرائه يبقى على مسافة كبيرة منهم وحتى خلال لقاءه بقادة دول أوروبية كان يجري اجتماعاته وهو على مسافة بعيدة جدا عنهم على غير العادة ومنذ ربيع 2020 يظهر بوتين للجمهور وهو في عزلة تامة ولكن بدء حرب واسعة النطاق ليست في مصلحة روسيا ومن الصعب إيجاد تفسير منطقي للرغبة في المضي بهذه الحرب بحسب التحليل وأضافت الصحيفة أنه حتى لو أراد بوتين تراجع النيتو عن وجوده في أوروبا الشرقية إلا أن حربا من هذا النوع قد تعني نشر قوات وأسلحة حلف شمال الأطلس النيتو على طول الحدود الغربية لروسيا وذكرت أنه إذا نفذت موسكو عملية عسكرية قصيرة ومحدودة فمن المتوقع أن يدعمها الروس ولكنها إذا كانت حربا دموية طويلة فإن حال الاستقرار سينتهي وزادت أن بوتين يريد جعل الغرب يعتقد أنه مستعد للهجوم بشكل حقيقي لكنه على الأرجح لن ينفذ غزوا شاملا لأوكرانيا وتطالب روسيا التي حشدت أكثر من مائة ألف جندي على الحدود مع أوكرانيا بتعهد من حلف شمال الأطلس النيتو أن لا يضم أوكرانيا أو أي من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق إلى صفوفه وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن الجمعة أنه واثق من أن نظيره الروسي اتخذ قراره بغزو أوكرانيا مشددا في الوقت ذاته على أن الأوان لم يفد للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة وهو موقف يأتي فيما بلغ التوتر أشده في الشرق الأوكراني مع تسجيل اشتباكات وطلب انفصاليين موالين لموسكو إجلاء مدنيين نحو روسيا وقال بايدن من البيت الأبيض لدينا سبب للاعتقاد بأن القوات الروسية تعتزم مهاجمة أوكرانيا في الأيام المقبلة وأضاف أنا واثق من أن بوتين اتخذ القرار وعن سيناريو الهجوم على أوكرانيا قال نعتقد أنهم سيستهدفون مدينة كييف البالغ عدد سكانها 2.8 مليون شخص بريء لكن الرئيس الأمريكي شدد على أنه طالما لم يقع الغزو فإن الدبلوماسية ممكنة دائما مشيرا إلى أن وزير خارجياته أنتوني بلينكين سيلتقي بنظيره الروسي سيرغي ليفاروف الخميس المقبل في أوروبا من جهته اتهم بوتين الجمعة أوكرانيا برفض الانخراط في حوار مع الانفصاليين وقال في الوقت الذي نرى فيه تدهورا للوضع في شرق أوكرانيا وأعلن مسؤول في البنتاجون الجمعة أن أكثر من 40% من القوات الروسية المحتشدة على حدود أوكرانيا اتخذت وضعية هجومية مشيرا إلى أن مرحلة زعزعة الاستقرار التي تقودها روسيا في أوكرانيا قد بدأت بحسب تقرير بثته وكالة فرانسي بريس في ذات السياق كتبت عربي بوست القذافي وصدام اشترايا من نفس الشركة المصنعة قصة طاولة بوتين المطاعمة بالذهب التي لفتت أنظار العالم أثارت الطاولة البيضاوية الضخمة التي جلس إليها الرئيسان الروسي بوتين وضيف الفرنسي ماكرون في وقت سابق اهتماما عالميا واسعا بسبب رمزية المسافة الفاصلة بينهما في اجتماعهما الذي عقد على خلفية التوتر الحاد بشأن أوكرانيا إلا أن هذه الصورة شكلت حملة ترويجية لشركة مفروشات عائلية في شمالي إيطاليا على موقعها الإلكتروني نشرت شركة أوك صورة اللقاء الذي عقد في قصر الكريملين مشيرة إلى أن الشركة كانت حاضرة خلاله عبر الطاولة الفخمة الضخمة التي صنعتها رئيس مجلس إدارة أوك قال في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية إن الطاولة هي حيث نأكل ونلهو أو نلعب لكنها أيضا حيث يتم اتخاذ القرار بالحروب أو توقيع اتفاقيات الهدنة آمل أن تحمل طاولتنا الفرح ولا تؤدي إلى تصعيد الحرب تمتد الطاولة البيضاء المطاعمة بأوراق الذهب على مسافة 6 أمتار وأثارت العديد من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي إذ حولها البعض إلى أرجوحة أو طاولة لمزاولة كرة الطاولة أو جعلوا منها حلبة للتزحلق الفني على الجليد وقارنوها بلوحة العشاء الأخير وقال مدير شركة أوك الإيطالية أن القطعة الفريدة نفذت وفق الطلب الروسي وسلمت إلى الكريملين في عام 1995 وتقدر قيمتها بحوالي 100 ألف يورو وفق بولونيا القذافي وصدام اشترايا من نفس الشركة تشير شركة أوك إلى أن هذه الطاولة الضخمة التي تحتل مكانها في القاعة المخصصة لاستضافة الضيوف الأجانب هي جزء بسيط مما تقول الشركة أنها زودت به الكريملين ووفق بولونيا صنعت شركته تجهيزات تشغل مساحة 7000 متر مربع في طبقتين من قصر الرئاسة الروسي وأشار إلى أن تصميم ونوعية الحرفية الإيطالية يحظيان بتقدير كبير في الخارج موضحا أن الشركة وفرت أثاثا وأرضيات وأعمالا خشبية وحتى رخامية على جدران قاعة الكريملين يمكن للانتشار الذي عرفته الطاولة حول العالم أن يدفع بولونيا إلى التفكير بصنع نسخ إضافية منها معتبرا ذلك فكرة جيدة بعد كل الضجة التي أثارتها وكانت شركة أوك قد تأسست خلال خمسينيات القرن الماضي وتوظف حاليا نحو خمسين شخصا وتضم قائمتها زبائن من عائلات ملكية ومشايخ من دول الخليد كما استقطبت خلال تاريخها زبائن مثل الزعيم الليب السابق معمر القذافي والرئيس العراقي الأسبق صدام حسين قرب الشركة من منطقة بحيرة كومو في إيطاليا المعروفة بمناظرها الخلابة واستقطابها للعديد من الأثرياء أسهم في استقطابها للعديد من الزبائن الأمريكيين والروس والهنود والصينيين الذين يشترون فيلات جميلة من هؤلاء الممثل الأمريكي الشهير جورج كلوني الذي يزور المنطقة مرة في السنة على الأقل لكنه لم يقرع باب شركة أوك بعد بذلك متابعين الأعزاء نكون قد صلتنا الأضواء مع حضراتكم حول بعد آخر من أبعاد الأزمة الأوكرانية الروسية حيث تناولت صحيفة الحرة الأمريكية تحت عنوان كورونا وجنون العظمة هل بوتين زعيم ماكر أم قائد متهور ونقلت عن نيورك تايمز ما يتعلق بهذا الموضوع أرجو أن تتركوا أراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو وإن كانت مادته قد أعجبتكم لا تنسوا أن تدعمونا بتسجيل إعجابكم والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة